موضوع تاني سبنا من البصل بقى الشوية برضو حاجة تانية يعني شبيهة بطاطس تمت سرقتها في العبور في الاليوبية موضوع غريب قوي وفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا عربيات كبيرة اللي هي التريلات دي محملة بالبطاطس ماشية في وسط الشارع يعني بيقربوا من حتة معينة بيبدأوا يهدوا أو يقللوا السرعة لان هما بيقربوا من المنطقة الصناعية في دايرة اسم شرطة العبور فبيضطروا ان هما يخففوا السرعة شوية طبيعة الشارع كده والمنطقة كده اول ما بيوصلوا النقطة دي فيه بقى عصابة كاملة بتقرب منهم بعربيات اصغر او يعني عربيات نص النقل كده او بتسمى بالتروسيكل بتقرب منهم وتلزق كده في العربية الكبيرة وتبدأ تسرق الاشوالة من فوق العربية تسرق البطاطس اتضح فيما بعد بقى بالتحقيقات انه دي عصابة متكملة مكونة من 12 شخص الـ 12 الدول في منهم 6 عندهم 6 سوابق وسوابق في ايه بقى ما شاء الله المتخصصين في سرقة الخضار والفكهة من على العربيات الكبيرة حاجة يعني منظمة الجريمة المنظمة زي ما بيقولوا اول ما يبدأ التريلة دي تهدي تخش يمين شعفة تقف في حتة معين درسين خط سرها فيبدأوا يسرقوا البطاطس ويجروا على طول وطبعا بقى تم دبطوهم وتم اتخاذ الاجراءات الكاملة معاهم واعترفوا كمان اول ما يعني تم القبض عليهم واعترفوا ان هم ارتكبوا الجريمة دي واعترفوا بقى بكل التفاصيل واللي فاتوا تخططهم ايه وبيعملوا ايه وارشدوا على بعض ارشدوا بقى على توك توك وعلى تروسيكلات تانية يعني حكوا بقى التفاصيل كلها فيعني النوعية دي من الاخبار الحقيقة النوعية دي من الفيديوهات غير ان الناس تدولتوا بشكل واسع وتكلمت عنه كتير على السوشيال ميديا ما تفرقش بقى انت بتسرق بطاطس ولا بتسرق فلوس ولا بتسرق مليون جنيه ما تفرقش النوع السلعة او نوع الحاجة اللي انت بتسرقها اللي يسرق هي سرقة في كل الاحوال ومهما كانت الحاجة بسيطة هي برضو في دي جريمة منظمة وبشكل ممنهج ودي ناس مجريمة برضو حتى اذا بيسرقوا بطاطس فمحدش يستهون بالنوعية دي من التصارفات ولا حد يعتبر انها حاجة يعني بسيطة ايه يعني دول سرقوا شوية بطاطس لأ ده جريمة ودول عصابة منظمة واللي يسرق بطاطس يسرق اي حاجة وبعن البطاطس دي برضو فتحة بيوت ناس ومش ذنب الراجل اللي سيقل تريلا ده انه يعني برضو رزق من القصة دي اشتركوا في القناة